اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاذاعية التي نتمنى ان تكون ان شاء الله عامرة بالمعلومات التي نصل بها وياكم نحو نمط الحياة الصحي والسعيد في بداية الحلقة انا رحب بفريق العمل معنا في اعداد هذه الحلقة كان وما يزال طبعا الاخ العزيز حسن البلاونة في التنسيق معانا ميرا الاغفظي صباح شراء في الخير وايضا في الاخراض المبدع دائما ناصر السليمي وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي اذا مستمعينا قبل ما نبتدي معاكم دراساتنا واخبارنا وموضوعنا اليوم نطرح مرض الكثير ما يعرف عنه وايد تفاصيل اللي هو التصلب اللويحي التصلب اللويحي ما نركز عليه بشكل كبير عندنا ان شاء الله بعد الفاصل الاول ما نتكلم عن تفاصيل هذا المرض بيكون معانا الدكتور سيل الركن وعندنا بعد كذلك يعني خليه بعد الفاصل معرفكم على المفاجأة الموجودة معانا في الحلقة ولكن اليوم يعني عقدت ورشة تعريفية بواحد من اهم المواضيع اللي ستسعى لها الهيئة في الايام القادمة شو تفاصيل هذا الموضوع الاخ يوسف سعد متواجد في مقر هيئة الصحة في دبي يعطينا بس نبدأ سريعة عن اهم ما تم تداوله من خلال هذه الورشة صباحك الله بالخير يوسف صباح الخير محمود صباح الخير اعزائي المستمعين ومتابع برنامج صحة وسعادة قبل قليل شهدت هيئة الصحة بدبي اطلاق احد اهم البرامج الصحية والوقائية التي تتبناها الهيئة لوقاية افراد المجتمع من الامراض السارية وهير السارية والحملة هي تستهدف وقاية المجتمع من مشاكل وامراض الفم والاسنان البرنامج او الحملة محمود يستهدف جميع افراد المجتمع في دبي بداية من اطفال المدارس والتركيز هنا كما نوه معالي حميد محمد القطامي المدير العام للهيئة بان كما جميع الفئات مستهدفة من هذه الحملة وخاصة الاطفال وخاصة طلبة المدارس نظرا لما تقوله وما تظهره محمود احصاءات منظمة الفتاح العالمية التي تؤكد انها من 60 الى 90% من اطفال المدارس حول العالم جميعا حول العالم يعانون من تسوس الاسنان والمشكلات المصاحبة لتسوس الاسنان واني 100% او يعني نسبة قرابة 100% من البالغين بيعانوا من نفس المشكلة تكاد تكون مشكلة او مشاكل الفم والاسنان التي اطلقت هيد صاحب دبي حملة خاصة لرعايتها هي المشكلة الاكثر شيوعا والمرتبطة بالعديد من الامراض يعني المعروف ان الامراض هو التسوس الاسنان لكن هناك ارتباطات اخرى امراض اخرى مرتبطة بصحة الفم والاسنان منها اعفان الله جميعا الاورام الخبيثة منها انتهبات اللثة منها ما يؤثر على والاطباء يعرفون ذلك وتشير اليه منظمة الصحة العالمية ايضا ان هناك العديد من الامراض المعوية والخاصة بجهاز الهضمي مرتبطة بصحة الفم والاسنان ومن هنا تأتي اهمية هذه الحملة فعلا محمود كان اطلاق الحملة هو عبارة عن ورشة عمل تم اطلاق الحملة من خلاله استعرض فيه القيادات الهيئة والاطباء المتخصصون استعرضوا اهمية هذه الحملة مراحلها بدايتها اهدفها ومن بين اهم الاهدف محمود في هذه الحملة او هذا البرنامج الشامل هو تأسيس او ترسيخ بروتقولات لحماية الفم والاسنان تخص دبي يعني بروتقولات تكون باسم مدينة دبي معتمدة بالتنسيق مع الجهات الصحية العالمية المتخصصة والمعنية جميل اذا شكرا لك يوسف على يعني مواكبة جميع اللحظات اللي تحصل في الهيئة واعطانا مثل هذه التقارير اتمنى التوفيق للعاملين على هذا البرنامج ونحن مناخد تفاصيل هذا البرنامج ان شاء الله في القادم من الايام شكرا جزيلا يوسف سعد طيب يوسف كان يتحدث عن احصايات اللي كانت تتحدث فيها منظمة الصحة العالمية في دراسة تقول الانفلونزة الموسمية تقتل 646 ألف شخص حول العالم سنويا افادت دراسة امريكية حديثة بان ما يصل الى 646 ألف شخص يموتون حول العالم سنويا بسبب الانفلونزة الموسمية اللي تنشط في فصل الشتاء الباحثين استخدموا في الدراسة اللي تم اجراها بالمراكز الامريكية لمكافحة الامراض والوقاية منها بيانات حول الوفايات المرتبطة بالانفلونزة الموسمية في 33 بلد تشكل حوالي 57% من سكان العالم اظهرت الدراسة ان المعدلات العالمية للوفاة بالانفلونزة الموسمية تتراوح على الارجح ما بين 291 ألف الى 646 ألف شخص صنويا وفقا لشدة سلالة الانفلونزة المنتشرة وقال الباحثون ان الانفلونزة يمكن ان تؤدي لتفاقم الوفايات بالامراض المزمنة مثل امراض القلب السكري او تسبب مضاعفات خطيرة اخرى بما في ذلك التهاب الدماغ وفشل الاعضاء جو بريسي المدير المساعد الشؤون الصحة العالمية بقسم الانفلونزة بالمراكز الامريكية يقول شارك في اعداد الدراسة مجموعة من الطباء والباحثين ويقول تذكرنا هذه النتائج بخطورة الانفلونزة وبأنه يتعين تكون وقايا من الانفلونزة أولوية عالمية بشكل جدي وأوصل الباحثون بضرورة أخذ لقاحات الانفلونزة حتى الصحة والصغار للحفاظ على معدلات انتقال المرض إلى أدنى مستوى ممكن البارحة حد كان يكلمنا عن التطعيمات وهذه الأرقام نحن نتحدث عنها أرقام عالمية فيا جماعة الخير نرجع نقول استقل معلومات في هذه المواضيع من الجهات الرسمية والمعنية بالأمور الصحية نعيد ونكرر السوشال ميديا كل حد يفتي فيه وكل حد مستوي دكتور وكل حد ويطلع إلى دراسة ويسوي ويقول لك هذه الدراسة مستوي لا نحن الدراسات اللي ناخذها ناخذها من مصادرها السليمة وناخذها من الجهات المعنية فالقرار لك طيب ونطلع فاصل مستمعينا بعد الفاصل إن شاء الله بينضم لنا في الاستوديو دكتور سيل الركن استشاري أمراض العصاب والدماغ بمستشفى راشد وأيضاً بتكون معنا إحدى الناشطات في وسائل التواصل الاجتماعي منوهي بخبركم بعد الفاصل إن شاء الله وقلكم نوهي بالضبط وهي أيضاً مصابة بمرض التصلب اللويحي ولكنها تغلبت على هذا المرض من استعرض تجربتها كيف تغلبت وكيف بدت تتواعي الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال هذه التجربة وأيضاً تأثير وسائل التواصل الاجتماعي كذلك على العديد من المصابين بالتصلب اللويحي كيف أنها قدرت أن تساهم في جعل حياتهم أكثر تعايشاً مع هذا المرض وتوعية المجتمع بمثل هذا المرض فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تخدم لكم هيئة صحة في دبي بتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذن مستمعين موضوعنا الرئيس اللي ما نتكلم عنه اليوم إن شاء الله اللي هو مرض التصلب اللويحي هذا المرض اللي يعني فئة كبيرة من الناس ما تعرف شو هو تفاصيل هذا المرض كيف يصاب بالإنسان وكيف الواحد ممكن يقي نفسه هل لها علاج ولا ما لها علاج كل هذه التفاصيل ما يتكلم عنها إن شاء الله مع الدكتور سيلر ركنس تشاري أمراض الأعصاب ودي ما أقوم بمستشفى راشد صباحك الله بالخير دكتور صباح الخير أخي محمود واليوم أيضا دكتور نحن أثرنا على أساس أنه أحيانا يمكن الواحد ما يأخذ التجربة أو النصايح من الدكتور بشكل مباشر يسمعها من شخص يعني يعاني من هذا المرض ولكن قدر أنه يتعايش مع هذا المرض وقدر أنه يتواصل مع المجتمع ويوعيهم ويعطيهم الطاقة الإيجابية وأسلوب الحياة السليم اللي يقدر من خلال أنه يتعايش مع هذا المرض ويكون إنسان مبدع ومنجز وقادر على العطاء في هذا المجتمع معانا نموذة جميل جدا من دولة الكويت الشقيقة عندنا الأخة أرام الرزوقي صباحك الله بالخير أرام حياة الله في دبي الله يحييكم يا هلا أرام أنا بابتدي معك إذا تسمح لي دكتور لأن أبغي أتحدث معها عن تجربتها خبريني عن تجربتك مع مرض التصلب اللوي حيوش كيف وصبتي بهذا المرض كيف اكتشفت أن جنتي مصابة بهذا المرض وبعدين أبغي أسمع القصة كيف تعايشت مع هذا المرض والآن شو اللي قاعدة تسوينا بالضبط أول شي أتشرف بلقاءكم معاي الصراحة وديرتي الثانية الحبيبة لمرات أنا تقريبا حاشني سنة سنة 2000 ما بين 2009 و2010 بدايته كان حاشني التنمل والشد الأعراض البداية ما كنا فاهمين شنو السالفة بالضبط ما عندنا حزتها توعية فبالفترة هذه كنت صعب الحركة قومتي ثقيلة ما في توازن أبدا وكان يحوشني التنمل مرات جسم كامل ومرات نص يروح ويرجع ما يكون مستمر بعدين سبحان الله اكتشفنا رحت حق دكتور العصاب واكتشفت أنه فيني اللي هو مرض تصلب العصبي الويحي طبعا بداية أبوي اخترع الكل اخترع ما كنا نفهم شو المرض وأكبر غلطة سويناها بحثنا بالجوجل راح تشوفه شاء تخرعك فيش يصر فيك أحباط وخوف وتحاتي شنو يعني كتحاتي هل رح أصر عمية هل رح أنشل وكل هذا فأبوي من كثرة الخرع قال لي يلا we have to go أنا سافرنا برا والحمد لله الدكتور العصاب اللي شافني قال لي حالتش يعني نقدر هو طبعا ما في لحد الحين شفاء ولكن نقدر نخلي الحالة تستقر يعني مع الأدوية اليديدة فأنا على حظي أنه يعني ييت على على الأدوية المتطورة يعني على لأنه بداية 2010 كان فيه أدوية وايد ناجحة يعني فقال لي ما يحتاجي نشتينا وشذير الد الكويت في الدكتور هناك والأدوية متوفرة عندنا ولله الحمد استمرت مع الأدوية شوي شوي سنة عن سنة كل شيء يخف ممتاز أنا بأخذ تفاصيل ثانية في تجربة لكن أبغي أتطرق إلى مسألة الأعراض والتوعية ذكرت نقطة وايد مهمة أرام دكتور مسألة أنه عبر الشبكة العنكبوتية بتحصل الإفتاء في الأمراض على كيفك وقالت أنه تسبب عندها خوف وانفجعت بالليقراتها الآن دكتور أعراض هذا المرض أول شيء خلنا نتكلم عن أسباب هذا المرض وأعراضه شو هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير صباح الخير أستاذ محمود ريام المرض بالإنجليزي مختصرة باللغة العربية تصل بالويحي المتعدد هو مرض جديد يعتبر تشخيصيا يعني بدأ أول تشخيص له في أوائل الستينات المعايير الطبية الحقيقية لهذا المرض بدأت مع اكتشاف أو صناعة جهاز الإماراي ففي التسعينات بدأت التطور الحقيقي كان في آخر التسعينات بالنسبة لأدوية هذا المرض أول دواء تم صناعته أو الانترفيرون اسمه كان في أواصط التسعينات المرض هو مرض أعصاب مزمن يصيب مركز الدماغ والحبل الشوكي يسبب خلل أو تلف في المادة الدهنية المغطية للأعصاب يعني ما يخرب العصاب نفسه وإنما المادة الدهنية المحيطة له فيسبب ضعف في توصيل التيارات الكهربائية هذا المرض عادة هو مرض مناعي الجسم يسبب أشياء مناعية تضرب أنسجة الدماغ يعني الإنسان اللي عنده ثعلبة ثعلبة عبارة عن شو؟ تساقط الشعر شو سبته؟ خلل في الجهاز المناعي يضرب كذا الإنسان اللي عنده البهق عبارة عن شو؟ خلل مناعي يصيب شو؟ طبقة الجلد الميلين هذا نفس الشيء مرض مناعي يصيب أنسجة الدهون في الدماغ المرض الآن بالمعايير الجديدة بدينا نشوف أعداد كبيرة منه نعتبر في هيئة الصحة أستاذ محمود أكبر مركز للمس أو التصلب الوحي على مستوى الدولة نشوف قريب 500 مريض يراجعون معانا سنويا في مستشفى راشد التشخيص يكون بمعدل واحد إلى اثنينة أسبوعيا من مرضى اللمس نعتبر أكبر وحدة ومركز معتمد لتصلب الوحي على مستوى الدولة توفر هيئة الصحة أحدث الأدوية العلاجية والتشخيصية لهذا المرض أيضا أعراض المرض أعراض المرض ممكن جملها في خمس نقاط فقالت من بين الأشياء أن خافة تسوي عمية أيوة فرقم واحد من الأشياء التي في 25 إلى 30% من المرضى اللي نسميه أوبتوك نيورايتس اللي هو شو؟ التهاب العصب البصري فيشتكي المريض أو المريضة من غبش في البصر ضعف في الرؤية في عين وحده فالألوان يتم تركيزها مش واضح فهذه من العراض من العراض أيضا تنميل في جهة من الجسم تنميل في الوجه يكون التنميل طبعا مستمر لأكثر من 24 ساعة النقطة الثالثة الضعف قد يصيب الإنسان النقطة الرابعة عدم توازن والنقطة الخامسة اللي قليل من المرضى ما يشتكون منها إلا عقب التقدم المرض اللي هو ضعف الذاكرة والتركيز النقطة المهمة اللي ذكرتها خدنا المتحدثة إنه المعلومات اللي يجب أن نأخذها لهذا المرض نأخذها من الطبيب المختص في هذا المرض مشكلة كبيرة صادفة حاليا اللي هي أن جوجل والإنترنت أبسط شيء ممكن تحصل فيه معلومات كان سابقا الصديق أو الزميل يعطيك من خبرته السلبية الآن تدخل جوجل ملايين كل حد يقدر يسوي أبلود حق المعلومات حق المعلومات الخاطئة وعادة الناس يحبون أو في الميديا الأشياء اللي لها واو كبير تأثير فدائما نشوف التجربات السيئة في هذا المجال وهذا مش تجربة أختنا هنا من الكويت وإنما تجربة عن مستوى العالم أيضا إن الميديا تعطي انطباع خاطع مرض اسمه التصلب اللويحي لدي عشرات مئات من المرضى يتابعوني أنا حياتهم طبيعية يمارسون الرياضة موظفين اللي يخلص ماستر وخلص دكتوراه اللي متزوج عند عياله وعند عيال حياة طبيعية جدا ولكن في مفهوم خاطئ انتشر عبر الميديا عبر جوجل عن هذا المرض قد يكون هذا الحال في الثمانينات والسبعينات الآن مع الأدوية الجديدة حياة طبيعية أمية بالأمية أمية بالأمية ذكر دكتور أن بعضهم اززوجوا كذا هل هذا المرض ممكن يكون وراثي ممكن الواحد يورته لعياله وممكن يصاب العمر الواحد ممكن يصاب فيه العمر الذي يصاب به وهذا شيء المميز في هذا المرض أمراض العصاب عادة تصيب كبار السن أما مرض الأمسة والتصلب اللويحي يصيب الناس اللي أعمارهم بين 15 إلى 35 إلى 40 سنة أصغر مريض لدى الدكتور سهيل يوم رجعنا من كندا رجعت من كندا كان ولد مواطن عمر 12 سنة وابعث للتحية منهنا لأن حقيقة هذا الولد أنا اعتبره مناضل ياريت يسمعنا ويتصل فيه مر بظروف بأدوية لا يزال خلص الثانوية العامة الآن في التقنية يجرس ويشتغل ويعمل وكل فترة وفترة يتصل يسلم ويالعيادة هذا كان أصغر طفل عمره 12 سنة أكبر مريضة كان عمره 38 سنة شخصناها بتصل بلويحي قبل فترة بسيطة عادة يكون في السيدات أكثر من الذكور ثلاثة إلى واحد التأثير الوراثي جدا قليل لا يزال يعني احتمالية الوراثة واردة ولكن في نسبة أقل من ثلاثة إلى أربع بلمي من عدد المرضى زي أنا قبل أطلع فاصل بس أبغي أتكلم مع رام في موضوع أنه أول ما صابت المرض كيف تغيرت حياتك؟ أمانة؟ أول أول ما تم اكتشاف المرض معك أول أول؟ لا طبعا أول كنت خايفة أقول حاشني مثل الكآبة بس ولله الحمد أنه قدرت أسيطر عليها بشهر لأن يوم سافرت تعلمت صراحة تعلمت مع الناس اللي فيهم اللي متعايشين مع المرض ومع جمعياتهم لأن هناك يعني يبا أمريكا في توعية كبيرة عن المرض فتعلمت شون عيشة بإيجابية وسبحان الله يعني يوم رحت هناك وتعلمت أصلا نفسي حسيت جسمي قا يصير أحسن قا يصير أقوى تعلمت شون أكون صحية تعلمت شون أكل healthy تعلمت أني الرياضة ما أقطعها من البداية لازم عساس أن ألحق على عمري أقوي مناعتي الأدوية لو شنوا لو مهما ش يقولون الأدوية مو زينة وفي ناس يتعطرون الأدوية ما قطعتها يعني كنت ملتزمة وملتزمة على الدكتور شون يقول لي وأسمع الدكتور ما أسمع غيرها حتى في أشياء يديدة طلعت يقول لك في أكل معين لا لا تاكلينها هذا أسأل دكتوري ممتاز يعني الدكتور المتخصص بهالشي الدكتور العصاب غيره ما أسمع في ناس تطلع فالحمد لله صرت وائدة أنا بالعكس أشوف أنا غيرت شخصيتي وشفت الأمور يعني حياتي أكثر إيجابية ولله الحمد يعني طيب أه الحين أنا بطلع فاصل بعد الفاصل أه أبغيت شوية خلاص المفروض أنه خطي علينا ويسا نسوف لأنه أبغي أبغي أرامات السوشيال ميديا لتطلع أبغي أرامات السوشيال ميديا لتطلع وتتكلم عن العديد من الجوانب اللي موجودة معاها دكتور ما نتكلم عن كثير معلومات عن هذا المرض لأنه بالفعل اللي ذكرته أرام يمكن كثيرين من الناس ما يعرفون هنا عندنا في دولة المرض يمكن حاليا في الكويت أرام عندك تقريبا إحصائية كم عدد المصابين في الكويت؟ أنا صراحة ما أقدر أقول بالضبط بس على يعني اللي أعرفه أعتقد يمكن وصلنا ما أقدري ما أقدر أقول يمكن ستة وصلنا أو أكثر ستمية قزاك لا لا إحنا وصلنا لا عدد أكبر من اللي عندنا أعتقد أنا ممت أقدر ما أقدر أصرح شيء شذي مم مشكلة بس اللي تعرفينه من فيه في عدد أو فيها كبيرة في الكويت تعاني من هذا المرض عندنا دكتور بدأ المرض أحس أنه بدأ ينتشر أو أنه كان موجود نحن ما كنا نعرف عنه يمكن كان موجود من الأول نحن ما كنا نعرف عنه لكن الحين بدأنا نشوف الناس بدأوا يتوجهون إلى ديكاترة الأعصاب ويتطلعون على هذا المرض عموما مسألة مهمة جدا أن الواحد يعي من أين يستقي المعلومات حول هذا المرض اللي عنده أي سؤال ممكن يتواصل معانا على 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 وموجودين معاكم لايف عبر حساب نور جبيب أبغي أسئلتكم اللي عنده مداخلة أيضا حتى مرضى الدكتور سيلي دي يسمعونا بعد كذلك نتمنى نستعرض كذلك تجاربا فاصل وراجعين صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرتين أخرى مسمعين الكرام حياكم الله معانا في برنامتكم صحة وسعادة هذا برنامج نتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذن مستمعين متواصلين معاكم على الأرقام 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 ومستمرين مع الدكتور سهيل الركن وأيضا نختنا آرام رزوقي نتحدث عن مرض التصلب الويحي دكتور سهيل كنا توقفنا عند تجربة آرام بمرض الأمس في لكل مرض ذكرنا في أسباب تحدثنا عنها أعراض تحدثنا عنها قد تحدث بعض المضاعفات دكتور لهذا المرض في حال ما تم العلاج بشكل سليم لهذا المرض أو أنه كان عدم اتباع نمط الحياة الصحي المفروض أن المريض هذا يتبعه فشو ممكن تكون الأعراض وكيف تعالجون هذه الأعراض إذا كان العلاج متوفر وهل هذا المرض أصلا واحد ممكن يشفى منه دكتور ولا لا جميل الأعراض تكلمنا فيها قبل قليل أستاذ محمود اللي هي الغبش في البصر عدم التوازن التنميل الضعف مشاكل في التبول مرات قد تصيبهم أيضا أما بالنسبة للأسباب أسباب مهجولة إلى اليوم لا نستطيع تحديد سبب واحد أو سبب رئيسي للإصابة بمرض تصلب الويحي توجد دراسات بحثية عن الأمراض الجينية في هذا المجال ولكن هذه أقل من ثلاثة إلى ثنينة بالمئة من عدل المصابين وأيضا فيه فيروس ممكن في دراسات قالوا أنه ممكن يسبب الأمس ولكن هذا غير مؤكد فلا يزال السبب مجهول هو سبب مناعي أنه صار خلل في مناعة الإنسان نفسه فالجسم صار يشوف أنسجة الدماغ الدهنية كعدو فيبتد يضربها أما بالنسبة للعلاجات في هذا المجال بدأت أول العلاجات في أواصط السبعينات والثمانينات مع إبر الكورتزون كان في هذا المجال تطور الأمر هذا أستاذ محمود في تسعينات عندما بدأت أدويلة الانترفيرون إبر تأخذ أسبوعيا أو بشكل كل يوم مترك معيني دواء جديد اسم الكاباكسون عقبة تطور المجال في 2006-2007 بأول دواء عبارة عن حبوب كان هذا ثورة في مجال أو التصلب اللويحي حين وقفنا استخدام الكثير للإبر وبدأنا عن الحبوب وعقبة ثلاثة أدوية كثيرة حاليا لدينا في هيطة الصحة أحدث الأدوية في مثال على ذلك دواء تم اعتماد من قبل المنظمة الأمريكية الأدوية والأغذية قبل ثلاث شهور والدواء الآن موجود في هيطة الصحة في دبي يعطى لبعض المرضى فهذا يدل أن توفر الأدوية موجود في الدولة بجميع الأنواع رقم 2 توفر تشخيص موجود عندنا في الدولة لدينا في هيطة الصحة في دبي عيادة بشكل أسبوعي لمرضى الأمس وهي العيادة الوحيدة في إمارة دبي والإمارات الشمالية بشكل دوري أسبوعيا موجود لمتابعة هؤلاء المرضى طيب أهرام نحن استعرضنا تجربتك من دولة الكويت شو رايش نسمع تجربة لعندنا مستمع موجود معانا عبر الهاتف يبغي يستعرض معانا تجربتك صباحك الله بالخير ضاحي شيف حالك صباح النوار الله يسلم ضاحي خبرنا وشي عن تجربتك نحن عندنا هنا دكتور سيلر رقم موجود وعندنا آرام أيضا مصابة بالتصلب اللويحي لا أدري إذا تتابعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا لا ولكن هي تتحدث دائما عن تجربتها وتتحدث دائما عن النصائح التي تبغي توجهها لمرضى التصلب اللويحي خبرنا عن تجربتك أنت والله تجربتك أنت وصابني المرضى أول شيء في 2012 وبدأ بتنميل في الإيد وفي الأطراف وعقب هذا يتطور يعني شوي شوي لم أصل لأن في صعوبة في المشي وفي التوازن نسمعك ضاحي يكمل لهم أتطور في صعوبة في المشي وفي التوازن ويعني الحين شو تحس مع العلاج والله مع العلاج حالتي تقريبا مستقرة يعني الحمد لله ضاحي شو تسوي أنت الحين تدرس ولا تداوم ولا شو اللي تسوي أدرس في الجامعة تدرس في الجامعة ما شاء الله إليك هذا المرض ما قاعد يأثر على صحتك ما قاعد يأثر على دراستك بشكل مباشر والله يعني الإنسان لازم يتعوذ على الشيء اللي هو فيه لو الإنسان يريد يحبط عمره بيحبط عمره أحسنت أنا خلاص يعني عدت حياتي أن استويت صديق المرض يا السلام جميل أنا قلت لكم عندي عنا نماضي جميلة جدا في هيئة الصحة وفي دبي ضاحي يعتبر من المرضى اللي نعتز فيهم حقيقة يتابع عنا السلام عليكم عمي ضاحي كيف حالك أمليك لك طرح حالك الله حيوك حبيبي أنزيف ضاحي من الشباب اللي بدأ فيهم القصة أو التصلب الويحي في عمر 12 سنة كانت صح ضاحي نعم اللي كلمتنا عنه قبل الفاصل نعم 12 سنة كانت ضاحي خير صح 12 سنة فكان في المرحلة المتوسطة خلص الثانوية بمعدل طيب دخل إلى التقنية إنسان مكافح هنا اعتبره حقيقة مثال شاب إماراتي ويحب كان رياضي ما شاء الله عليه ولا يزال الله يعطيه الصحة والعافية نحن ضاحي هو شيء راضي على الدكتور سيل وعلى خدمات الهيئة عادي عادي على الهوى خبرنا طبعا إذا من راضي عنك وخبرنا بعد لا طبعا دكتور الله يسلم دكتور سيل من الكفاءات الجيدة نحن نعتز فيها نحن شكرين لك ضاحية هذه المداخلة شكرا جزيلا لك وكمل معانا البرنامج لأنه حينه آمال بتكل آمال منه آرام آرام آسف آسف يا آرام آسف يا آرام لا لا اسمه جميل تسلم آرام يعني أجمل أنواع الضبي ضبيع طيب آرام يعني التصلب اللويحي أنا عندي مجموعة من الأصدقاء مصابين بهذا المرض دكتور حقيقة ولكن دائما عندهم هذه الطاقة الإيجابية عندهم رؤية للحياة بشكل إيجابي عندهم يعني قدرة على الانتاجية زين بشكل أكبر من الإنسان العادي كذلك هل هذا له علاقة بالمرض أنه يمكن من أسباب اللي ممكن يعني تودي عند المريض نفسه تخليه يعاني من الأمور التشنجات وغيرها من الإعراض اللي تحدثنا عنها إذا زعل أو إذا تضايق ممكن تأثر عليه بشكل سلبي خبريني إحنا صح كلامك ويد مننا فينا إيجابية لأن ما عندنا أوبشن غير أن نحنا نكون إيجابيين جميل لأن هذا اختيارنا هذا لأن لما نكون إيجابيين وسعيدين نحس أحسن الأعراض تخف الحزن وهو يبلنا الأعراض أكثر هذه مع تجربتي أنا الشخصية كل ما زعلت أو صرت سترس يعني حتم طريقة نمط حياتي قاعد أغيرها ومثل ما قال لازم أتقبل مع المرض وتعايش معه لازم لأن إذا ما كنت نهايتي رح تكون قاعدة بالفراش مكتابة وما أتحرك ولا أساوي ولا شيء لا نحن نحن بأخذ لازم نقبله لازم نحبه لازم نحب حياتنا جميل هذا شيء مهم وضروري حتى حياتنا صارت أجمل ونرى أشياء ثانية قبل نزعل عليها الحي ما نزعل عندك لازمة في السوشال ميديا شو تقولين؟ حياتكم سعيدة دائما لازم لازم لأن إذا ما شفناها من ناحية إيجابية العراض راح تزيد وسبحان الله أحسن نفسية لها دور 70% مو دكتور؟ صحيح دكتور كلام اللي تقوله علميا ممكن أن نحن نقيس على مسألة تطور الحالة أو زيادة المضاعفات أنا أكون صادق حياتي يعني إليت عنا مثل نماذج آرام عنا في الإمارات أو دبي هذا المشكلة أو هذا المرض يصيب صغار لعمر الشباب فيدخلهم في أزمة هذه الأزمة مر بخمس مراحل تم تشخيصها طبيا الأزمة اللولة هي الأخبار الصادمة أول شيء كصجمة أن مشجوه البنت والولد بأن مشكلة طلعت عندي في دماغي محمود رغم الثنينة بعد ما يطلع من هذه المرحلة الصدمة يدخل في مرحلة الإنكار أنا لا أعجي مشكلة هذه الأصلاً غلطين أكيد شيء غلط خلني أسافر أمريكا خلني أسافر بريطانيا أسير مكان ثاني أتشوف التشخيص عقبة يدخل في مرحلة الغضب أنا ليش صابني الله ليش كتب علي يثور فيها المريض بعين يدخل في دائرة الاكتئاب خلاص الدنيا ما تسوى وكذا المرحلة الخامسة يدخل في مرحلة الرضا بقضاء الله ويتعايش مع هذا المرض هذه في مرحلة كنت أكلمنا قبل اللقاء خدت معاها شهر آرام آرام خدت معاها شهر آرام في مرضى يأخذ معاهم شهور وسنوات أو يبقون في مرحلة وحدة وحياتهم كلها تتم في هذه المرحلة لأنه ما في وعي دكتور نعم صحيح صحيح لأنه ما في وعي الناس عارفين هذا هذا مرض مثل أي مرض الواحد يصاف مثل الضغط السكري وأنتم على فكرة دائما أقول دكتور اللي عنده أي مرض مزمن ولا كذا هذا يعني هو أقرب إلى الله من نحن يعني بشكل أو بآخر دكتور رب العالمين يحب طبعا ابتلا بهذا المرض إذن أنت يعني في في شيء أنت مميز فيه أكثر من من غيرك صحيح هنزين تقول لي ما عندي خيار أني أنا أكون إلا إيجابي هنزين وهذا الكلام نحن نتحدث فيه دائما لأن لأن سبحان الله تصابي مرض يخليك تفكر تفكير إيجابي هذا شيء جميل وسبحان الله تحسن الظن بالله أكثر وانتقرب منه روحانيا والله العظيم يعني ما قد أبالغ يعني أنا صرت إنسانة أحسن من قبل شخصية كشخصية جميل صرت وايد أحسن من قبل وحب أقول شغلة الدكتور مهم اختيار الدكتور مهم الدكتور لما يكون إيجابي أنا كمريضة رح أكون إيجابية رح يكون عندي أمل أكثر فيه دكاتور يكونون سلبيين مو سلبيين يعني صريحين ويخرعونك من البداية بس فيه دكاتور سبحان الله لا يعطونك الأمر ويقول لك لا الطب تطور الأدوية تطورت وسبحان الله الدكتور أول ما شفته ما شاء الله الطاقة طالعة مننا الإيجابية سبحان الله الابتسامة فقد أقول لكم اختيار الدكتور هم من يلعب دور نفسي حق المريض نفسه جميل أرام أبغي تكلم حين عن المجهود اللي تقدمينا في مجال التوعية بمرض التصلب الويحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعرف أن عندك صار عدد متابعين كبير جدا وفي منهم مصابين بالتصلب الويحي أبغي أستعرض هذه التجارب اللي كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعدين بقيمها مع الدكتور سهيل تفضلي أني يعني الفولورز المتابعين اللي عندي فيهم أمس بشكل عام أنت شو اللي يستقدمينا عن هذا المرض أتكلم عن حياة اليومية شنو آكل شنو أنواع الرياضة اللي أسويها شنو الأشياء اللي أتجنبها شنو أكثر شيء المتتيني في فرق بين النوبة والأعراض فأحاول تعلمت أنا معه يعني ما شاء الله صار لي وايد تقريبا ثمان سنين فقمت أعرف أفرق يعني مثلا أنا يعني أتجنب الأشياء اللي اضرني وأتكلم عن أول مبداياتي شنو صار فيني أتكلم عن الدكاترة أتكلم عن الأدوية بس ولكن ما أتكلم عن دوة إلا أنا سألة دكتوري ودزل الفيديو لمن يوافق أنزل أنزل نوي أحط معلومة أنا ما لي علاقة فيها إلا موافقة دكتوري جميل جدا بأي معلومة ما أقدر أعطيها إلا موافقة دكتوري شو رأيك بهذا الكلمة دي الشارع أطرح طيب دكتوري بسألك بعض الأسئلة على السريع ما ناخد إجاباته باختصار مرض التصلب الوحي هل هو مرض خطيب؟ لا هل هو مرض مميت؟ هو مرض مزمن طيب في لها علاج؟ نعم في علاجات كثيرة ولكن لا يوجد شفاء حاليا يعني ما في نهاية لمرض التصلب؟ في دراسة حديثة العام الماضي كان بروفسور فريدمان في أوتو آنويرستي عملها على عدد بسيط أظن 20 مريض على بون ترانس بلانت يسوون زراعة النخاع وحصلون في استجابة قوية في عدد كبير من نسبة المرضى هائلة ولكن لا تزال في مرحلة الدراسة طيب ممكن يتزوج مريض تصلب الوحي وينجب أطفال سليمين؟ أغلبية مرضايا متزوجين وعندهم عيال هل مرت عليك حالة انتهت من المرض؟ كان تشخيص خاطئ أستاذ محمود بالمس وشخصه بالمس وهو مش ممس سمي ممس ممكس أو مماثلات الامس وكانت حياته ثاني مختلفة تماما كان يأخذ الأدوية وما كان يحتاج يأخذها ها هاتي هذين بأتكلم عنها بس خلني أخذ تشخيص خاطئ هي بس بأتكلم عن الوضع هذا دكتور بس عارف صباحك الله بالخير صباحك الله بالنور سأل محمود جيح هاي سلمك عندي خمس دقايق أزيل بعطيك منها جزء تفضل يا سيدي إن شاء الله دقيقتين بس أبغيسك دكتور أنا في حالة مرضية بس مش الحالة هذة اللي أنتم حبرتوني عنها لينا سماع في النذاعة أنا في صراحة ناسور ناسور مركب كان فيه ووايت حالتي سيئة ومرة دخلت على الدكتور سهيل أنا كالعادة أدخل وأخذ إذا لني تعبان أخذ إجازة وأسير بس إصرار الدكتور سهيل علي أني أنا تعالت بفضل الله بحمد الله حين أنا بخير بس أحب أشكرا على الهواء زاكر الله خير مشكور مشكور يعارف يسمعك ويرد السلام عليكم ذكرت أنت عارف أم لا دكتور الله يحفظه والله ما ذكرته عمومي زاكر الله خير واجبنا ما نسوي إلا واجبنا طيب ذكرت عن هذه الحالة الدكتور تم تشخيصها بشكل غلط أحيان هذه الأدوية لها تداعيات ثانية على المريض نفسه إذا كان تشخيصها غلط ويأخذ مثل هذه الأدوية كيف الواحد ممكن تعامل معه لأن هذه مسألة خطيرة صحيح تشوف الأمس هي من الأمراض والتصلب الويحي من الأمراض اللي نادرة الحدوث يعني كم إحنا قلنا 6 ألاف في الإمارات خلنا نقول عدد بالمئات من عدد سكان 9 ملايين فما يشكل العدد الكبير ففي معايير عالمية لتشخيص مرضى الأمس فإذا الطبيب تابع هذا وكان فاهم الحالة بيشخص الأمس وبيمنع الأمس دائما في حوالي 15-20% من المرضى يتم تشخيصه بخاطئ في البداية فكان في بعض المرضى كان تشخيصه بخاطئ أخذ الدواء واحد كان ماخذينا 6 شهور يوميا شاف الدكتور في المستجفى عندنا قلت له اسمح لي في خبرين مزعجين الأول خبرين مزعجين ولا واحد يقول في خبر مزعج وخبر مزعجين لا خبرين مزعجين واحد منهم بتستغلص منه في النهاية يعني الخبر الأول أنه ما عندك تصليب الوايحي فهذا مزعج لأنه أنت كنت مشخص به الرقم الثانيين أنك ما تحتاجه تأخذ هذه الأدوية فوقفناها عندنا وما صاب أي مشاكل الحمد لله ممتاز هذه أخبار زين ممزعجين طيب أنا إذا أنا بقول حاجة هنا ويا الأخت آرام آرام ضيف علينا أنا أدعو جميع المرضى اللي تم تشخيصهم بمرض التصليب الوايحي متابعة الدكتور وأخذ الأدوية وعدم الانقطاع عنها تبس تجرب حجامة تجرب طب الصيني تبس تاكل الأكل الفلانية تبس تسوي إلا تسوي في حياتك ولكن لو سمحت لو سمحت أدوياتكم تأخذونها صح طيب مع الأسف شو تبغين تقولين لا صج في ناس قاعد يطلعون ما دري شنو سلفت النحل أي ويطلعون بأمور غريبة يعني وتلك مساكين اللي فيهم أمس اللي وصلوا مرحلة من اليأسي زيبون يجربون أي شي فصح الأدوية لازم تستمر عليها طيب أنا قبل أأخذ منكم الكلمة الأخيرة في بس جهني دكتور بقراب بغيت أعرف الفرق بين مرض التصلب الويحي ومرض المايوباثي مع العلم أنا أعاني من مرض المايوباثي وعمري 35 سنة أنا الآن عمري من عمري 35 سنة الآن عمري 43 سنة وما حصلت علاج مناسب الله يعطيك الصح والعافية أخي الكريم مايوباثي اسم المرض أنت ما نذاكر أنك كامل مايو اللي هو العضلات الباثي مرض فهو مرض عضلات اللي أنت أنت تكلم عنه اللمس حاجة مختلفة تماما طيب شو الفرق بينهم؟ هو ما أعطاني اسم المرض هو أعطاني وصف يعني يقول عندي مشكلة في العضلات أوكي طيب يتواصل ويا الدكتور أو أنه ممكن بعد الحلقة بعد نشوف إذا بتبعث لنا رسالة بنحولها على الدكتور كلمة خيرة تبقوا أنت توجهونها لهذا يقول أنا عندي مرض نادر يسمونه وولف وولف شيء اسمه قالولي لازم قسطرة بس قليل من المستشفات يسوون عملية شو ينصح الدكتور هذا منذ الولادة والله مر الدكتور المختص يمكن هو الحاجة في مرض في القلب في عضلات القلب فمر الدكتور القلبية أفضل لك نزيل مرحب كلمة أخيرة قبل أن نختم مرحب أننا ننتسب لحقيقة الصحة لديها أحدث الأدوية أحدث التشخيصات لهذا المرض ندعو جميع المرضى المصابين بهذه المشكلة أن يمارسون حياتهم طبيعية ما في أي عائق عن مراسة الحياة الطبيعية ولكن معا أخذ الأدوية ولكم جزيرة شكر المسج اللي بقوله عيشوا حياتكم طبيعية كونوا صحيين أكثر سمعوا الدكتور لا تسمعون غير الدكتور وخلكم عن جوجل وعيشوا حياتكم إيجابية مع الناس الإيجابية اللي تشجعكم جميل نزيل عطينا واحدة من الرسائل السوشال ميديا اللي دايما توصلينها إيجابية رسالة إيجابية تكلمين مع اللزمة مالت حياتكم سعيدة يلا تفضلي هذه حياتكم سعيدة طيب دكتور نحن شاكري لكم حقيقة هذه الجهود اللي تقدمونها في مستشفى راشد وصرت واحد من المراكز المهمة في هذا ومرجع من المرجعيات كذلك في علاج مثل هذا المرض شكرا للشعرام على كل ما تقدمينا في وسائل التواصل الاجتماعي نموذج جميل لامرأة خليجية تستطاعت أن تتغلب على هذا المرض ويعني تعكس الصورة الإيجابية لمرضى التصلب اللويحي هذه تحية لكل مصاب بمرضى التصلب اللويحي نقول لك خلك إيجابي وخذ أدويتك وخذ أدويتك ونحن ناخذ الطاقة الإيجابية منكم شكرا لك لأنه في ناس دكتور أنا عرفهم مؤثرين ومعروفين في المجتمع بتخصصاتك مختلفة قاعدة معاهم دكتور جميلة جدا يعطونك مثل هذه الطاقة الإيجابية فهذه تحية نوجهها للجميع وأيضا نقولكم يا جماعة الخير دائما نمط الحياة الصحي هو الأساس في الوقاية من العديد من الأمراض شكرا لك ميرا لغفلي كانت معنا في التنسيق شكرا لزميل حسني البلاونة في الإعداد في الإخراج المبدع دائما ناصر السليمي هذه تحياتي محدثكم حمود وصف العليو حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد ما ما قلكم دومتم بصحة وسعادة اليوم ما نقولكم حياتكم حياتكم سعيدة سعيدة